السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم جميعا إلى كل متابعين لقناة عبدالصمات الجزولي فقط هذا تحذير منفخ يوجد في هذا الهاتف ولا أريدكم الوقوع فيه ونتقف في موقف محرج مع الزبون دائما أقولها أغلب الزبائن لن يرحمك لن يرحمك لن يرحمك فعند فك هذا الهاتف هو من الصنف الذي لا يمكن الوصول إلى البرضة أو البطارية أو منفة الشحن إلا بفك الغيطاء بالحرارة إلا بفك الغيطاء بالحرارة وشيء طبيعي شيء طبيعي ولا بد أنه لفك الغيطاء لا بد من التسخين والفك بالبلاستيك ولكن هذا الهاتف أيضا يصنف من الهواتف ذات فخاخ أو يعني يوجد فيها فخ فاحضر يا أخي التقني من هذا الفخ الفخ بكل بساطة يوجد في هذه المنطقة تذكروا جيدا تذكروا جيدا مسافة الفخ نعم يعني مسافة الخطر من هنا إلى هنا من هنا إلى هنا يعني هذه المسافة كلها خطر توجد أربعة فلاتات اسمعوا جيدا أربعة فلاتات يمكن تقطيعها بكل سهولة إذا لم تنتبه ولم تفهم ما يحدث إذن لاحظوا عند إزالة الغيطاء لاحظوا معي بهذا الشكل إذن كما قلت لكم لاحظوا معي أربع فلاتات واحد اثنان ثلاثة أربعة يعني بمجرد لاحظوا معي بمجرد عدم انتباهك فطبعا عندما أنت تكون تزيل الغيطاء فلا تظهر لك هذه الفلاتات لا تظهر لك لاحظوا معي بهذا الشكل وتزيل تزيل فإذا عند إزالة الغيطاء تجد نفسك أنك قمت بقطع هذه الفلاتات خصوصا هذه خصوصا هذه وأيضا هذه وهذه هذه ربما هي داخلة قليلا إذن أنبهكم بأن هذا الهاتف نوفا سبعاء تحتوي على أربعة فخاخ تنتظرك أخي التقني احضر احضر لأن الزبون لن يرحمك ولا يعرفه ماذا وقع ولن يفهمك والشكوى لله إذن هذا ما أود أن ننبهكم احضروا فهذا الهاتف يوجد فيه هذا الفخ احضروا منه جزاكم الله خيرا اللهم إني بلغت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته